السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي العزائي أكبركم إيا رب تكونوا بخير إن شاء الله نهاردة معادنا اليومي مع درس جديد ومعلومة جيدة بتفيدنا في مجال مكافظة حشاط الصحة العامة النهاردة أخدكم معايا في تمرين أعمال جديد تمام؟ وإحنا عرفنا في إعادة أفادة ومعلومة التكرار بيعلم الشطار فمنزهقش من كتر التمرين لأنها بترفع الخبرة عندنا والاحترافية أكتر عندنا نهاردة التمرين في كامب العمالة المطبخ بتاعهم موضوع الحشرات الزحفة السورسور الألماني التمرين إصابته عالية كويس إحنا اشتغلنا في المكان ده قبل كده بس على مطبخ تيني فطبعا إحنا ده اللي بأقوله لكم لما يكون شغل مضيف وبتعامل ربنا الشغل بيزيد مطبخ بيبقوا 2 بيبقوا 3 بيبقوا 4 تمام؟ فما تقولش إن ده مطبخ صغير وخلاص هو أعمل أي حاجة لأ مطبخ نضيف وشغلق نضيف بيجيب لك شغل تاني وثالث ورابع تعالوا بينا نتابع ما تشوفها نقول إيه في الفيديو دوت واتبعوني ويريت اللي بيشوفني الأول مرة يشترك في القناة وفعل زر الجرس ويشارك رابط مع الغير علشان فايدة الألماني تزيد تعالوا بينا نكمل وشوفنا السلام عليكم ورحمة الله بركاته أصدقائي وزملائي العزائي هادركم إيه؟ ناخدكم الهاردة في درس عملي عن الإصابة العالية لمبكة السسار ألماني تعالوا بينا نشوف الإصابة العالية اللي عني جيه بصوا واحدة واحدة كبين شايفين؟ 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 إدي الإصابة العالية لنفس السسار طبعا الكاميرا المصدحة كمية السرسير اللي في جزء ضئيل وجزء صغير ما بينف لو دخلنا كل الجزء اللي في الركن دا وادكره سرصار سواجر بحجمه وكل اللي في الأرض دا ضييد سرصار تمام؟ ده معناني هنا نظافة سيئة أي كامل فيه عمالة المطبخ بتاعه ببقى سيء السمعة زي كده تمام؟ آسف المشاهد دي اللي باش نؤس منه دي كله بيت سرصار وده كله سرصار صغير شايفينه؟ تمام؟ بفضل الله هنشتغلنا في مطبخ أنا كنتم سورتغيركم قبل كده هتلاقي بردو عندنا على القناة المطبخ قفلته بالبلاستيك كان بردو مفتح ده ده وقفلته بالبلاستيك وجبنا نسيجة لدرجة ان العميل تصل بي وشكر في الشوق وجادني تاني للمطبخ ده عندهم بردو تمام؟ التصوير في اول شغلي وقبل ما ابدأ اشتغل بيفيدني ان ابدأ اقارن ما بين الشغل اول مرة ولما انزلت تاني وعملت اعادة للشغل تمام؟ اما حاجة التقفيل بتاعي تقفيل كويس جدا اقفل مداخل والمخارج بتاعتي اقفلها كويس جدا عشان مش عايز ايز تسريب هوا لان الاصابة عشان عالية لازم اتحكم في كمية المبيل اللي طالع باية ويتركش للشغل ويتطرق مني ويتطرق مني تمام؟ بتزعيني تمام؟ ما نستسلاش اي مكان من الرش مع ضمان توصير احضر وضافة ممكنة بعد الرش واحنا بنجي نتامع وتشوف شغلنا بعد الرش تمام؟ علشان لو انا شغال وطعبان شغلي لكن فيه قصور ان عند العميل يبقى انا ما عملتش حاجة يبقى صرصار هيرجع تاني احضرت قصور يصير متخبية شاكين الجوحة بتاعه بدل صرصار وامل جهر نفسه وداخل وخارج تمام؟ انا بوريكو بس المستوى الاصابة ما لما تبقى عالية بتبقى بعرفها ازاي وبعلم المستوى بتاعي من الاصابة متوسطة لاصابة عالية حسب كلمية الصرصار في المساحة الزغيرة دي تمام؟ طبعا انا اسف دي المشاهد بس لازم احنا بنتعلم دي قناة تعليم داخل القناة عارف ان انت هتتعلم هتتعلم يعني الحاجة اللي احنا شغل بادينا وبنلمسها بادينا لازم تشوف تشتغل ازاي ده العمل البحث تمام؟ بغير الاكاديمي خالص الورعة والحلم ماشي؟ بعد مبدأ اخلص طبعا البال في ده لازم يغلق تكيف عندي مركزي لازم يغلق تمام؟ عندي باب تاني لازم يغلق اي اكل اي شرب لازم اه اكل وشرب لازم يبعدوا عن المكان تمام؟ وهبدأ اقفل اربع ساعات بعد الرش اربع ساعات بعد الرش الاصابة عالية ولازم نكون ادها من الاول علشان مش كل شوية العملية تسل دية والقولية تعاهلة الحق فيه مشكلة تمام؟ طبعا النجاح متعب النجاح متعب متعب ازاي؟ انت لازم تحافظ على مستوى النجاح اللي توصلت له لو اهملت او تقاعزت او ابطأت في شغلك مستوى الشغل بتاعك هيقل السمعة بتاعتك هتقل في السوق لكن النجاح بيولد نجاح شوفنا عملنا مطبخ من اربع شهور فاتد هتلاقي على القناة عندي المطبخ ده التاسلوبية هنعمل انهود ده الكم الكم بكله بغرفه والمطبخ التاني والتالت والرابعة فحنا خدنا كده المصنع من بيب وزامج بغلوم فمن استسلاش حاجة المكان الزوية لو اشتغلت فيه بزمة وامانة ربنا هيراعي شغلك وتعبك وهيكللو بالنجاح بصورة شغل اكتر داخل شركتك وصورة اكتر بتبنيها بشركتك بتبنيها لنفسك تمام؟ انت كده اسمك بيسمع شركتك بتسمع في السوق بتلاقي النجاح مكان ما بتروح لانك مراعي ربنا شغلك واكل عيشك ومع الناس بتتشهل معاهم تمام؟ طبعا في البلعات كلها الفرائجة بتتراش والرأيسية في الخارج بتتفتح وتتراش تمام؟ البودران بتتراش الأرضية بتتراش عندي الحشرة لما المبيدي لمسها هتبدأ تتفاعل معا جسمها وعندي لما ابدأ اكسف المبيد في كل ذرة او كل ركن في الغرفة فوق وتحت ومن وشمال وتحت هيبدأ يفت زرات الاكسوجين الحشرة هتخرج من مغبقها مش هتلاقي هوا تتنفسه فهتموت مخنوقا تمام؟ هتخرج هتدخل بعد الاربع ساعات هتلاقي الصور مقلوب على ظهره وميت تمام؟ احنا بعد شغلي بتاعنا بعد شغلي بتاعنا بنيجي نتابع الشغل عند العميل بنفسنا وبنشوف مش بنسمع من العميل ونكتفي ان العميل يقولي الحمد لله مفيش مشكلة لأ بشوف شغلي تمام؟ وبتابع شغلي وباجي اقول له قفل المصادر بتاعتك نظف باستمرار يبقى لازم حد هنا ينظف باستمرار للمكان يبقى شكلة لان هو قلة النظافة هي اللي بجيب الحشرات تمام؟ هنرش كله عشان سيب اي حاجة طيب احنا نشاهدين الولد شغل بوا ولازم يبقى قفل على نفسه علشان يتحكم في كمية المبيل اللي موجودة بوا ما يهدرهاش لبرا كويس؟ الانبوبة احنا قلنا الانبوبة عشان برضو يبقى شرح عملي الجزء الصفخي دوت القاع بتاع الانبوبة نفسه القاع يبقى في البيت تاع صورصار يبقى بكشه عندي في مصر باجيب الانبوبة من خارج من الشارع عشان يبقى فيه بيت صورصار وفيه حشرة كاملة بحطها انا وانا متطمن على القاعة جنب المتجاز الاقي بعد الفاتر قاية من ثلاثة البيت بدأ يليقس والصورصار الحي نازل يمشي هادي خالص وجبدأ يزيد كوة البيت عندك احنا قلنا حل الانبوبة عندك البانيو ممكن تغطس فيه في مية سخنة الانبوبة تمام؟ او تدير الطبق بلاستيك قويت تغطس الانبوبة نزل الانبوبة سنطس فيه على نور لان تغطيها على نور ونحطها على نور أن البيت يبدأ ينزل من على الانبوبة تمام؟ او الحشرة الكملة بعد قد نخسل الانبوبة ونشيلها ونضعها بأمان هي والقعدة اللي محطوطة عليها ونضعها بأمان جوه البيت بتاعي وانا ما بشأل آي من أي حاجة بتحصل تمام؟ لازم أبص للهفوات الثغيرة دي لأن الهفوة الثغيرة النهاردة بإتكارسة جبيرة بكرة تمام؟ اللي عنده أي تثاؤل واللي عاوز أسألني أي سؤال في موضوع حشرتك المكن السوصار الأماني الفضل يسألني وانا أعوزها عليه أرجوك لابتشوفني أول مرة اشتركوا في القناة فعل زر الكرز شارك الروبط مع الغير علشان تفاجة العلم الجديد خلوها دعوة بيننا وبن بعض علشان العلم ينتشر بيننا وبن بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة